شهد وكيل حضراموت حسن الجيلان يحفل تخرج الدفع الثانية من طلاب المركز الحديث للتهيل السمعي والنطقي التابع لمؤسسة حضراموت الصحية وفي كلمته أكد الوكيل الجيلان يدعم السلطة المحلية لهذه الجهود الإنسانية الرئيدة مشيدا بجهود مؤسسة سلطان للتنمية والأعمال الإنسانية بهذه المبادرة بدوره ثمن المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصاحل حضراموت أحمد بغدروس دور مؤسسة سلطان للتنمية والأعمال الإنسانية في رعاية وتمويل هذا المركز الحيوي